المترجم للقناة 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 دفاعهم ورؤساء هذه الدول بأن فرنسا لا تقبل المساس لأن هذا يسي إلى صورتها وإلى جنودها أساساً طبعاً الأهم ما قالتوش وهو أن قتل الأبرياء هي هنا تقصد لأن هنا رهي تجيب على السؤال اللي كنت قلت لكم عليه من أن الآن هذه الجيوش جيش النيجيري والجيش المالي بشكل أساسي وتشادي أيضاً متورطين في قتل المئات في الفترة هذه في السنوات الأخيرة المئات من المدنيين أطفال نساء الاقتصابات الخطف النهم يعني المناطق هذه حولتها الجيوش هذه أصبحت عبارة عن معفيا هناك ميليشيات فهي هنا الوزيرة ترد على البرلمانيين الفرنسيين من أنها أنذرت هؤلاء اللي تسميهم هما الشركاء المحليين بأن لا يقوموا بجرائم مثل هذه فهذا يمس بصورة فرنسا ويمس قبل أي شيء آخر لكن هناك جزء آخر هو الذي يمس لذي يمس هذا المسج يجب أن يقوله أنه مجموعة جزء الذي يمسنا هو هذا فراجل يعني يمسنا أكثر هذا يمس ويجب أن لا يستطيع ويجب أن ويجب فراجل جزء لديه عملية سنوات سنوات. بموضوع الملحة السيدية تقوم بحير وراء مرحباً في الالجاريين في الانسان في الانسان يقوم بالمعبار مدرسة بالمعبارات المالية يجب أن تكون مدرسة هذا مهم جداً رأيت الثالثة الجزائر هي شركة مع فرنسا قالت لا تتكلمش عليها كثير لكن في الحقيقة عندنا بارتونير مهم جدا وهو شريك لنا في أشياء وقالت رأي شريك معنا لكن قالت شيء أكثر من شريك الآن واشنو هو دعونا نعود نسمعه لاحظوا الكلمات الأخيرة يجب أن يكون مفترضاً في الارتونير الريجيوني وحسن في المسؤولة المتحدة على منطرق المتحدة في مقاومين وحسن الواجبات أن يتحدث على الأعجاب المسؤولة الانعادية بالعقرية إذن حم هناك أيضاً ونحن المتحدة تقياس على الأشياء في المئات والآن وتحرف صلت على المحbons هذا هو فمخاك وق vãoى الحقيقة يوالج الكامل في 2004 سوف تقول الحاجة تقول جزيرة متحفة تقول يرة الأعب رئيسي ومحفقتنا معهم متحفة وخاصة في القضايا الأمني سؤال hum سؤال لهم جيدون للخابرات سؤالنا عنهم الدولة الجزائرية القائمة اليوم عسكرها جنرالاتها حنوشتها تخدم معامل مع فرنسا السؤال هو هذا ماذا تفعل فرنسا في مالي هل فرنسا جزء من إفريقيا والناس لا تعرف هل فرنسا عند حدود مع مالي أو مع الجزائر أو مع النيجر والناس لا تعرف هل هذه المنطقة التي تكلم عليها تقع في دانكيرك أو تقع في ليل دفرانس أو تقع في بيربينيون أو تقع في مارساي أو في ليون أم أن هذه بلدان أخرى إفريق ليس بلدان أخرى قارة أخرى والمفروض أنها استقلت عن الوجود الفرنسي لماذا وزيرة الدفاع تتحدث عن هذا بل تعطي تعليمات لبرتنير لوكو وعندها كما قالت فالجزائر بالنسبة لهم إذن يقدمونهم خدمات أمنية وأيضا الجزائر تلعب في دور قالت ما اتفاق الجزائر 2015 وهذا الاتفاق أنا حدثتكم عليه 2014 مشي 2015 وهذا الاتفاق ماذا هو؟ هو في الحقيقة إشرائك ميليشيات حكومية مصالحة لطريقة بوتفليق إشرائك ميليشيات حكومية من التوارق ومن القبائل العربية اللي هي أصلا مع الحكومات يعني مبيوع يعني صحوات يعني مرتزقة مع الحكومات يقول لك سرالافي طيب والتوارق اللي معاهم المعركة والمجموعات اللي معاهم المعركة خاصة المجموعات الاستقلالية وين هذوك؟ لا هذو كلهم يحسبون إرهابيين واحد السافيه هنا من تعد دياريس خرج يقول لك آه رأي دافع على الإرهابيين هناك يعني صراحة لو كان وللا الاستعمار لو كان لكم رافدين كان لكم أفضل واحد فيهم من القياد ومن البشغوات ومن القومية ومن لتراير الجريع نحن ضد الاستعمار في إفريقيا أما الجماعات اللي تسمى إرهابية فإذا كانت إرهابية فنحن نعاديها لأنها تضر بالمنطقة وتضر بالناس وتضر بالشعوب الجماعات التي تنادي بتحرير أرضها فنحن على الأقل على الأقل نحن لا نملك شيء آخر ولكن على الأقل ما نكونوش مع الاستعمار ضدها وإذا ما كنتش قادر تكون مع إخوانك ولو معنويا كما كانوا هما معنا كانوا فرانسيس معنا اسمهم لي فرير دي فريري لي بورتوري دفاليس من أجل تحرير أرضنا إذا ما كنتش قادر تكون مع أخوانك لهم تحرير أرضك ولا أنا قادر فعلى الأقل ما نكونوش ضدهم ما نبروش وجود الاستعمار هناك نحن استقلاليون ونحن ضد الاستعمار أين كان طبيعة هذا الاستعمار النقطة الأخرى سمعوها هاي جاية الدفاع الفرنسية تشير بطريق ضمني طبعا ما قدرش تقولها لكي لا تثير ناش كجزيريين وما ينتشر الخبر يعني هما حابين يبقى الموضوع هذا تحت التحت رهي قالت بصريح العبارة وزيرة الدفاع تقول باللجيري يجب أن تكون مهمة أكثر مهمة ومهمة بطريقة أهم ورام الخوانة ما هو العياد الخارجية ما هو التعامل مع الاستعمار فرنسا هذه ما احتلت الجزائر 130 سنة ولا ما احتلتها على قول أخونا رياحي على الصيغة فرنسا هذه كانت تعتبر المجاهدين والشهداء إرهابيين ولا ما كانت تعتبرهم فرنسا هذه مش محيطة بنا في النيجر وفي مالي وفي موريطانيا وفي تونس وفي ليبيا ولا ولا لا فرنسا هذه فتح لابود في ليقة الأجواء هو وقايد صالح لقصف في مالي ولا لا ولا ولد فرنسا الآن دولة إفريقية ونحن لا نعرف من هي الأياد الخارجية شكون هما أملا فرنسا هذه الحقائق وليس الذباب أو المعتوهين كمعتوه بيرمينغهام وصاحبه جوزيف ليس قنوات زجدورو وجراء الزجدورو هذه الحقائق الحقائق أنكم تريدون تغييط دستور لتجعلوا من الجيش الجزائري ميليشيات مثل ما هي الجيوش مالي والنيجر وبركيفنافاسو وموريطانيا ما يعرف بالجيسانك ميليشيات تحت قيادة فرنسية وهاي كانت تقولهم قلنا لكم ما ترتكبوش جرائم هناك باش ما تمسوش صورة فرنسا المجد لفرنس اللي صورة لفرنس أبونتو نحن ضد فرنسا الاستعمارية وسنظل ضد فرنسا الاستعمارية نحن ضد أمريكا الاستعمارية وسنظل ضد أمريكا الاستعمارية نحن ضد الصين الاستعمارية وضد روسيا الاستعمارية وضد بريطانيا الاستعمارية وضد ألمانيا الاستعمارية وضد أي بلد استعماري فنحن سنكون ضده هذه مواقفنا هذه قناعتنا لكننا نحن نؤمن بالسلمية وبالغنف ونحن ليهمنا قبل كل شيء وبعد كل شيء بلدنا يعني هذا هو ليهمنا أساسا لا نريد أن الاستعمار الفرنسي مش فقط يترسخ عند حدودنا وإنما الجيشنا يصبح ميليشيات في يديهم لن يقبل أي جندي أو صف ضابط أو ضابط حر أن يكون لعبة في يد شنغريحة وجنيرالاته لترسيخ دولتهم ونظامهم وحكمهم لكي يكونوا جنود تحت إمرة الاستعمار الفرنسي والأمريكي لن يقبل أي أسرة أن أولادها خطروا أخرى يجوها في النعوش لأنهم يقاتلوا في مالي أو يقاتلوا في بوركينا فاسو أو يقاتلوا في جنوب إفريقيا أو يقاتلوا في مالي أو في اليمن أو يقاتل لن يقبل لن تقبل أي أسرة جزائرية ذلك ولن يقبل أي جزائري حر ذلك لا أن يتحول جيشنا إلى ميليشيات من أجل البقاء هذه العصابة ولا أن يقتل أبنائنا في حروب ظالمة ولا أن نصبح سينيغال جدد ولا أن نصبح ديتيرايير ألجيريان جدد إخواني أنا أقول لكم هذا الكلام وأنا أعرف أن رأسي رف اللعب لكني والله ولو كن موس على رقبتي الآن لن أتردد على قول الحق وسألوهم أين من هي الأياد الأجنبية ولماذا تريدون توطير وعدم استقرار المنطقة في الجنوب لكي تبروا إرسال الجيش إلى مالي والنيجر إخواني اسموها من نمليح نحن اليوم 19 جوان تاريخ انقلاب دولة العسكرية في الـ 65 إذا بقي هذا النظام ستة أشهر وعدلوا الدستور فإن قبل نهاية العام أو بداية العام ستجدون الجيش الجزائري قد أرسل إلى مالي والنيجر وبوركينفاس وإلى أماكن أخرى قد لا نسمع بها باسم الحرب عن الإرهاب والدفاع عن مصالح الجزائر هذه الحقيقة وهذا هو تعديل الدستور وهذا هو ثمن بقاء نظام غير شرعي وغير شعبي تبون مزور جابوه العسكر مكاش الشرعية عندما لا تكون شرعية داخلية فإنهم سيبحثون على الشرعية الخارجية ترجمة نانسي قنقر